لأن إحنا دائما حتى بنقول إن سعر الفايدة لما بيرتفع يبدأ اللي بيأثر على ثلاث حاجات بيأثر على الاستثمار طبعا لأن أي واحد بيعمل نشاط وبيعمل مشروع عايز يتوسع عايز يزود نشاطه فممكن يأخذ قرد أو يأخذ أي تسهيلات مالية يوصع نشاطه وبتقدر يرفع التكلفة فطبعا بيرفع التكلفة وممكن يتوقف ما يتوسعش فبالتالي ده بتضر الاستثمار عشان كده بيقول ده بتوبة رفع سعر الفايدة بتوبة حالة مؤقتة في ظروف معينة استثنائية مش دايما أيضا بتأثر على الدين المحلي لأن طبعا الدين المحلي نكدر اتفاع سعر الفايدة فمفروض خدمة الدين تزيد عشان كده برضو نقول ده حالة استثنائية ومنها ترجح تاني وتنخفض تالت حاجة برضو بتأثر على أسوأ المال وتأثر على البورصة وإحنا يعني زي ما نقول إن البورصة في طاعتنا مش نقصة فبالتالي طبعا لما بيكون أسعار الفايدة مخافضة بتشجع الناس والمستثمرين والشركات إنها تقترض وتزود نشاطها الاقتصادي طبعا فيه إجراءات أخرى برضو بتقوم بيها الحكومات وبتقوم بيها الدول علشان تجبح طباح التضخم التضخم الكبير التضخم الجامح اللي احنا شايفينه ده إنها تشوف العجز فيه تشوف إيه السلع اللي فيها ارتفاع في الأسعار خاصة إنه يعني إحنا بالأساس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية والطاقة هو أساس هو مشكلة التضخم العالمية اللي بتواجه العالم وإلى الآن يعني الغرب والولايات المتحدة خلاصة كلامهم وخلاصة رسالهم السياسية اللي هم مش قادرين على التضخم وهيصيبوا يمر